مشاهدين أهلا بحضراتكم مع أولا فقرات هذه الحلقة الحقيقة زي إحنا معرفين من خلال أكتر من 6 أسابيع وإحنا في هذه الأزمة أزمة كورونا وبالفعل لم يتوانى الطبيب لم تتوانى يمكن في مجال التمريد بالتحديد أي فرض من أفراد التمريد سواء شباب رجال نساء فتيات وأيضا تواقم الطبية الحقيقة هي تحيط تقدير في بداية هذه الحلقة للتواقم الطبية وأيضا التمريد لما يقدمونه من عطاء الحقيقة وجهد بلا حدود نتحدث عن هذا المشهد ونتحدث أيضا عن الإجراءات الاحترازية الخاصة بأن نساء المقبلات على الحملة أو حتى كمان اللي هي فيه آخر الأيام وقديه هم عندهم ألأ شديد جدا ممكن يؤثر على حالتهم النفسية وبالتالي كمان على الجنين معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور محمد مختار شعبان وأستاذ أمراض نساء وتوليد جامعة قناة سويس يمكن هذا المشهد وأنا يعني اتحايا تقدير لحضرتك اتحايا تقدير لكل من يعمل في هذا المجال الحقيقة من هذه الصور المشرفة ماذا عن هذا المشهد بالنسبة لحضرتك؟ والله يعني زي ما حالتك قلت كده هو هو ربنا بيحط الناس في أوقات معينة علشان يظهر معدنهم وعشان يظهر أهميتهم وقيمتهم في المجتمع في هذا الوقت الحقيقة هو دلوقتي ده وقت اللي لازم فيه كل واحد يعني بيعمل في المجال الطبي سواء الطبيب أو تمريد أو في المعمل أو في الأجهزة المعاونة ده الوقت اللي بيعمل فيه كل جهده أقصى ما يمكن أنه هو يعمله علشان ده الصف الأول ده هو إذا كاننا حقق الصد الأول حقق الصد الأول وخصوصا لما احنا عرفنا أن يمكن هذه الجائحة لم تأتي لنا بقالنا زمن فيه أجيال كثيرة جدا جدا من أطبقنا ومننا كلنا لم نكتاز هذه الأزمة من قبل وبالتالي كان التحدي أو مش التحدي صحيح هو زي ما هي الأمر واضح يعني دي معركة مع عدو مشكلته أنه هو خفي الخفي مش نتيجة أنه هو نتيجة أنه معلوماتنا عنه قليلة فتوقعي حضرتك أن كل طبيب أو طبيبة أو ممرضة بتعمل في هذا الأمر بتعمل وهي يعني عارفة أنه هو الأمر فيه عندها نسبة خطر وعنفة أنه عندها فيه معلومات كتيرة نقصة عندها وعندها فيه حاجات يعني مش العلم ومش وصل لها بتكامل فعلى الرغم من كده إنما هم طبعا أنا أضم صوتي لحضرتك وأنا نحييهم كل واحد في الصف الأول وكل واحد ما خافش وما تراجعش وكل واحد بيبقى دي دوره في الأمر ده يعتبر أنه هو بطل يعني بطل ويستحق التحية من الجميع سواء الكلام ده في عندنا أو في القارج الدنيا كلها أيما على أنه هو بيقدره وحسين بقيمته وإن شاء الله بيهم وبالقيادة السياسية وبالمجموع نقدر أن نحن نعدي الأزمة دي هنا وبره يمكن قبل ما ننتقل من هذا المشهد ماذا عن المتطوعين من الأطباء والتمريد وشباب الامتياز والله يعني أنا يعني ما شفتش حد الحقيقة إلا ولقيته أنه هو بيحاول أنه هو يبزل أقصى ما عنده ما حدش خاف ما حدش تراجع كله في مكانه كله بيقدي بما هو مطلوب منه والحمد لله إحنا عندنا الأمر الغاية دلوقتي تحت السيطرة تماما وعندنا القدرة على أننا نتعامل مع الموضوع ده بشكل مناسب جدا وإن شاء الله ما نقدرش ما نوصلش للمواقف السيئة اللي بيشوفوها بره والآن نفضل في تحت السيطرة بإذن الله الحمد لله يا رب العالمين دكتور محمد نخرج لفاصل هذا الفاصل يحمل لنا تقرير خاص عن الجيش الأبيض دعونا نتابع هذا التقرير ونعود لحضرتكم مرة أخرى